وليتعود في علمكم وفي علم الناس كاملة هناك ضليك مذكرة في الطريق إعداد مذكرة بعض من الدول اللي تقدم مذكرة في القمة الاتحاد الإفريقي القادمة بينها أي دولة ما مطرح بها في الأمم المتحدة لا يحق لها أنها تعود عضو في الاتحاد الإفريقي وهذه المذكرة حتى هي مولي لها يجي لها يجي صدمة صدمة ما بعدها صدمة لجمهورية الرابوني تحياتي لكم هذا كامل من النكسات والنكبات اللي قطقنا لكم وقلنا لكم على أن الناس تشتغل بصمت وتشتغل بحقائق واقعية على الأرض ما هو ذو الكذب والأحمر والذتات واللي وعرفيه البوليداريو والأقصاف والأخوة الخاوي وقلنا لكم على أنهم وقاطقنا لكم على أنهم ويام القرقالات على أنها هي بداية نهاية البوليداريو وفعلاً هذه هي ضريقتها ماشا قيساً نهاية للجامعة العربية صافي محاتم الخريطة وحتى في الاتحاد الإفريقي الدول الاتحاد الإفريقي لا يقدموا مذكرة وهذه المذكرة فيها استناداً استناداً حتى على قرار الجامعة العربية واستناداً على المعطيات الموجودة في الأرض واستناداً على أن البوليداريو لا وجود لها في الأمم المتحدة ولا توجد لأي دولة أوروبية تعترف بها إذن ما شاء الله الانتصارات ما شاء تتلاحق على البوليداريو المسألة الثانية هي بداية وداع ما يسمى بالبوليداريو الذي ينقاله الاتحاد الإفريقي لأنه الشرط الأول لباشتعود عضف الذي ينقاله الاتحاد الإفريقي هي سيادة وأرض وكذا على أرض موجودة بيقدم نظر عن أرض تعود كبيرة أو صغيرة وبالتالي البوليداريو لا توجد لها أرض لا توجد عندها أرض بس توجد عندها عضويتها في الاتحاد الإفريقي المذكرة جاءت متزامنة مع تصريح وزير الرابوني هذا اللي قالب عليهم كأمام الجمهورية وبالتالي هذه كلها مطيات والواقع على الأرض هذه كلها مطيات ستقدم للاتحاد الإفريقي هل الاتحاد الإفريقي له يرضى بأنه يتم مخترق القانون الدولي ومعدل الدولة من الوهب أو سيستفيق ويراجع نفسه ويقول لجميع محيقنا الرواية عنهم يطوب مارضهم عنهم ما عندهم بالاتحاد الإفريقي لا شاركة اقتصادية ولا شاركة سياسية ولا حتى مولي أرض قاع باش توجد عندهم العلامات السيادة وهذا كامل كيف قلنا لكم من النوبة الماضية عنه مبشرات 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 يعني مبشرات فتح لأباب الاتحاد الإفريقي الخروج منه ما يستنى بالبوليزاري تحيات لكم تحيات لكم مبشرات مبشرات شكرا